من موقعي هذا اعلن ان انا بشكر عبدالفتاح السيسي هنازم ندي الحق لصحابه انا اتعود تأدي الحق لصحابه انا بشكر عبدالفتاح السيسي اللي اتدخل في قصة هدم المقابر من كل الهارية ده تعرف القاتي ان واحد تشكيل اللجنة دي لتقييم الموقف لنقل يعني اللجنة هتقيم النقل مش لوقف مش لوقف النقل لا للنقل دراسة دراسة البداء المتاحة دي بقى كتبة بداء اللي بتدرسه ما انت عايز تنقل العاصمة الادرية تصابطوا عن الناس يعني عبدالفتاح لانك جعر فكل اللي انت عامله ده عشان تنقل الحاجات دي عندك في العاصمة الادرية طب انا لو اتفقت معاك وقلت ان القرارات دي هاخدها بحسنية واشكرك كمان لكن احنا محتاجين بقى اللجنة هتعمل ايه تدرس نقل المقابر طب ما تدرس اللي بيحصل في المنطقة كلها وبعدين انت بتعمل ان اللجنة هتدرس البداء المتاحة طب ما البداء المتاحة دي يعني ايه ما هي اللي انت عايز تنقل العاصمة الادرية وكمان هتتعامل مع حالات الضرورة التي اقضت او افضت الى مخطط التطوير طب ايه الحالات الضرورة دي كمان انك هتعمل كباري مسلا